اشتركوا في القناة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة عليهما حفظهما الله وعلى المواطنين والمقيمين والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمني والبركات كما وأعربت معالي رئيسة مجلس النواب وبمناسبة يوم العمال العالمي الذي يوافق الأول من مايو عن بالغ الاعتزاز بالدور المتميز الذي يطلع به عمال مملكة البحرين وإسهاماتهم في دفع وتعزيز عجلة الاقتصاد الوطني في ظل المسيرة التنموية الشاملة كما وأشدت معالي رئيسة مجلس النواب وبمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة ويوم الصحافة البحرينية بجهود وإسهامات المؤسسات الإعلامية الوطنية وكافة العاملين في الصحافة والإعلام بمختلف القطاعات ودورهم الفاعل كشركاء أساسيين في النهضة الحديثة لمملكة البحرين هذا وعرض المجلس الرسائل الواردة من صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء الموقر حول المشاريع بقانون كما عرض المجلس الرسائل الواردة من اللجان البرلمانية والردود الحكومية على الاقتراحات برغبة ثم ناقش المجلس تقارير اللجان البرلمانية اليوم توجهت بسؤال إلى وزير المواصلات والاتصالات بخصوص مشروع خيرات البحرين الأرض الممنوحة من الجمهور السودانية الشقيقة إلى البحرين من أجل استثمارها وبكون الوزير المواصلات والاتصالات هو الوزير المعني بشؤون شركات ممتلكات فأجاب الوزير مشكورا على سؤالي والغرض منه أنه تحقيق الأمن للغذاء في البحرين وذكر أن هناك دراسة جدوى ومحاولة استثمار ومدى الاستفادة من هذه الأرض وأنا حقيقة أشكر الحكومة المقرأة على هذا التعاون وعلى هذه الإجابات التي تبين لنا كثير من الغموض وتوضح لنا كثير من الغموض في هذا الجانب طبعا يتنا ردود الحكومة لثلاثين مقترح والحمد لله كانت جاوب الحكومة إيجابي أكثر من خمسة وعشرين مقترح كانت ردودهم بالموافقة عليهم وخمسة مقترحات الباقي وعدت أن يتم دراستها ويجد آلية لحل المواضيع التي كانت عالقها أبرز الأمور التي ناقشناها والتي كنا نتكلم فيها طبعا وهو طلبة الصين عندهم مشكلة أنهم درسوا عن بعد آخر سنة وخصوصا طلبة الصين يدرسون الطب وأنهم أنهوا هذه الدراسة ونحن رفعنا مقترح حق الحكومة باستعجال اعتماد شهاداتهم على الساس أنهم يدخلون في شهادة الامتياز لأنها بين تخرج الامتياز ما يكون أكثر من سنة طبعا الحكومة كان في ردها في تجاوب إن شاء الله سنرى هذه النتيجة في خلال هذه الأيام القادمة